وفي أنقرة استقبل وزير الدفاع التركي نظيره القطري خالد العطية ووزير الداخلية في حكومة الوفاق لبحث تطورات الوضع العسكري وتحركات ميليشياتهم في الساحة الليبية واستضافت وزارة الدفاع التركية العطية في مقرها عقب اجتماع عقده مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق ووزير داخلية مالطا يأتي هذا في وقت تطالب فيه الدول الأوروبية بإنهاء التدخل المتزايد في ليبيا والامتثال الكامل لحظر الأسلحة اشتركوا في القناة